كما قال الله تبارك وتعالى لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أقرب الناس إلى المؤمنين يقول النبي صلى الله عليه ويقول عمر رضي الله إنهم سبوا الله مسبه ما سبه إياه أحد من العالمين لقد قالوا إن الله ولد وإذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يشتمني ابن آدم وليس له ذلك قال كيف يشتمك أنت رب العالمين قال يقول إن لي ولد فاتصور الإنسان يسب الله وأنت تحبه مصيبة يقول عزير بن الله وأنت تحبه يقول مسيح بن الله وأنت تحبه يقول محمد كذاب وأنت تحبه هل يعقل هذا لو أخي ابن أمي وأبي يقول مثلا كان محاشاه لا أحبه أبغضه في الله سبحانه وتعالى فكيف برجل أجنبي الله تبارك وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله وإليهم أخير وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فنفرق بين الحب الديني والحب الدنيوي الحب الديني لا يجوز أما الحب الدنيوي لأنه يحسن إليك ما قال أحسن إلى الناس سستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه ممكن إنسان يحبه لقرابته ويحبه لإحسانه ويحبه عطفاً ويحبه تعظيماً كان يكون والداً له أماً له ما في بس لكن الحب الديني لا يجوز إلا للمؤمن فقط فقط ترجمة نانسي قنقر